اشتركوا في القناة في امريكا يا شيخ فرقة التي تسمى بفرقة امة الاسلام التي تدعي الاسلام فهي تعتقد اولا ان الله حل في كل فرد من السود عامة وهو متجسد في رجل اسمه فرد محمد خاصة وان البيض هم الشياطين ثانيا ان النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم وان خاتم النبيين الاج محمد وانه هو المسيح والمهد الموعود وينكرون البعث ويعتبرون البحث عبارة عن انتقال من الجهل الى العلم وغير ذلك من الكفريات الصريحة فالسؤال فضلتي شيخ هل في هذه فرقة فرق انتم كافر مرتدة ثانيا ما حكم عوام هذه الفرقة ثالثا هل يعذرون امثال هؤلاء لانهم يعيشون في امصار بعيد عن العلماء والرابعا ما نصيحتكم لمن يتوقف في تكفيرهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي بعثه الله جل وعلا الرحمة للعالمين وجعله خاتم النبيين والمرسلين فلا نبي بعده ولا رسول عليه افضل الصلاة والتسليم ثم هؤلاء ما يذكر عن من هذه صفتهم بهذه الاسئلة الثلاثة هؤلاء ليسوا بمسلمين هل اسلموا قبل الان ثم ارتدوا حتى يقول هؤلاء مرتدون هؤلاء لا يظر انهم اسلموا وبل هذا جزء من الحلولية لكنهم جعلوا يحلوا في السود والبيضة شياطين هذا من النكاية بدونها بالبيض والحقيقة ان المسلم اخ المسلم وانما الشرط في الاسلام ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانه لا نبي بعده وان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشريه ومن لا يؤمن بذلك فليس بمسلم ولا مؤمن فهؤلاء يعني من يدين بما سمعته في هذه الاسئلة فهذا ليس بمسلم ولا نصراني ولا يهودي لا شك انهما من يهودي ولا نصراني بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهو لا يقبل منه عمل إن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويدخل في دين الله الحق فإن مصيره إلى النار الصلاة والسلام لأن النبي قال ما من يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي ويتبع ما أنا عليه إلا كان من أهل النار وهؤلاء لا أعتقد أن مسلما يفهم الإسلام ويمكن أن يتردد في كفر هؤلاء هؤلاء لا شك في كفرهم ولا يعدر العوام إن بما عذر المشلكين من العرب الذين ماتوا والذين بقوا أحياء إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاهده ما عذر أحدا قال هو معذور لأنه جاهد النبي ذكر وقد سئل سأل رجل قال أين أبي قال أبوك في النار وأبي في النار الله كبار الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لي قربه نعم فليس للمسلم لا يحق لأي مسلم أن يستغفر لمن مات على الكفر نعم أما هؤلاء فلا شك في كفرهم ولا شك في كفر من يعرف ما هم عليه ثم يقول لا أكفرهم نعم الحقيقة ليس في الدنيا آديان نعم إن الدين عند الله الإسلام نعم ومن يمتع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه نعم ولذلك ما يقول الأديان الأديان لا لا أديان في الدنيا الآن نعم كل من يتدين بدين من غير دين الإسلام فهم متدين بالباطل نعم لا فرق بين يهودي ونصراني ومجوسي ووثني الذين لا يعرفون مجوسية ولا شيء وانا إنما يعبدون الخبور أو يعبدون ما يخترعونه مننا نعم وحدة الوجود أن الإنسان هو الله والله هو الإنسان نعم بل أبلغ من هذا الدابة وغيرها هؤلاء اللي يستمون بالحلولية نعم وحدة الوجود يعني الوجود هو شيء واحد ما في الله وعبد أو عبد وإله لا كلها نفسه كله ظلالهم ومعبين نعم كله ظلالهم ومعبين مسأل الله العبي إلا من كان على مثل ما عليه ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم واسحى الله نعم مبارك الله فيكم لكن أيضا الله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجادلهم بالتي هي أحسن والهذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرها أنا ومن اتبع نعم ينبغي لمن يحيي نفسه لأن يدعوها الآخرين أن يرفق بهم يبين لهم أنه إنما يدعوهم رهوة في إنقاذهم من العذاب نعم 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 النبي قال يا علي في وقعت خيبر بين النبي صلى الله عليه وسلم ويهود خيبر لأن يهدي الله بك راجلاً واحداً خير لك من حمر النعم نعم أنفس الأموال عندها العرب في جاهليها الإبل وأنفس الإبل الحمر منها فقال لي معالين رضي الله عنه والحديث الصحيحين هداية واحد فقط على يدك خير لك من أن تملك أنفس الأموال نعم فنسأل الله أن يهدي ظال المسلمين أولاً وقبل كل شيء ثم نجعل المسلمين من أسباب هداية البشر نعم ولكن أيضاً ينبغي أن نطمئن يقول النبي لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم والتعبد لا يصحل بما شرعه محمد لا يتعبد الله يحد يقول هذه نسخ وهذا طيب وهذا يوم مولد وهذا يقول من عامل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا في الصحي وبررك الله فيكم الجميع فبس للتأكيد يا شيك لا يجوز أن نشك في تكفير لا لا شك سبحان الله هؤلاء لا يشك عاقل في كفرهم نعم العرب في الجاهلية وهم مشتكون لا يقولون أن الله حلبحت نعم فسحيح أن يكون هم من الكفار الأسليين ولم دخلوا في الإسلام لا ما دخلوا في الإسلام أيقال هؤلاء مرتدون ارتداد الذي يرتد هو الذي كان مسلم فارتد هذا يدخل فيه باب آخر من بدل دينهم فقتلوه أو الحديث الآخر لا يحل دمرهم مسلم إلا بيحث ثلاثة الثيب والزاني والنفس بالنفس والثارث لذين المفارق لجمع المفارق للإسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر